بسم الله الرحمن الرحيم اهلا ومرحبا بكم على قناتكم شرح زي التعليم وهذا العنوان رجل اعمال قد يصبح اول تريليونير في العالم والسبب سوف نعرفه في هذا الفيديو قد يتساءل احد من يتابعنا على قناة شرح زي التعليم ما علاقة هذا الفيديو ما علاقة هذا الموضوع بموضوع قناتنا شرح زي التعليم ولكن المهم او ما نبغيه من هذا الفيديو هو نتعلم كيف يجمعون الاموال نتعلم كيف يقتنصون الفرص ليصبح مليونيرات وسوف يصبح من الفين ستة وعشرين والفين وتلاتين هؤلاء سوف يتحولون الى تريليونيرات انصح التعبير فتابع هذا الفيديو حتى النهاية في البداية كل عام وانتم بخير بحلول عيد الفطر المبارك اعضاه الله علينا بالخير واليمن والبركات واني وزيح غمة هذا الكابوس وهذا المرض عنا وعن العالم اجمع وتعود الحياة الى ما عليها في البداية اذا كنت تشاركنا لاول مرة او تشاهدنا فرجعنا الاشتراك في هذه القناة قناة شرح زي التعليم قناة شروحات والعلم في شتى المجالات سوف تجد فيها الكديد والمفيد لك باذن الله تعالى فهذا هو شعرنا العلم والمعرف هذا العنوان والذي شدني كثيرا عندما قرأته في كثير من الصحف وهو رجل اعمال قد يصبح تريليونير وهذا الرجل الذي سيصبح تريليونير سوف يكون معه الف مليون الف مليون سوف يصبح في هذه الحالة تريليونير الرجل ده وفقا ولماذكر موقع لاد بابل هو المصدر من سكاي نيوز عربية فان اغنى رجل في العالم هو مؤسس شركة امازون المعروفة ده في طريقه ليصبح اول تريليونير في العالم ده بحلول الفين ستة وعشرين وقال موقع كومباريسان باجراء تحاليل البيانات هذه التحاليل من قائمة فوريس لاغنى رجال العالم وحسب معدل الصروة السنوي وزيادة السنوية في صروات هؤلاء فوجد ان صروته سوف تكون مية واربعين مليار دولار يمكن ان يصبح اول تريليونير في عام ستة الفين ستة وعشرين وفي الوقت ده هيكون عمره اذا اطل الله في عمره اتنين وستين سنة قالت كماني ان الدراسة قالت انه مؤسس فيسبوك اللي هو مارك زوكربيرج ده سيصبح اصغر تريليونير في العالم بعد عشر سنوات من هذا التريليونير الاول يعني الفين ستة وثلاثين وهيكون عمره في ذلك الوقت هو واحد وخمسين سنة طيب صروات اغنياء امريكا في زمن كورونا ازدادت كيف تزداد الصروات كيف يقتنصون هؤلاء الفرص المعروف ان فيروس كورونا المستجد احدث بالاقتصاد العالمي خسائر لا تعد ولا تحصل عشرات الملايين فقدوا وظائفهم عشرات وعشرات بالمئات الشركات اعلنت افلسها والكثير والكثير والدول تنزف اقتصاديا تخسر كل يوم الملايين امريكا وحدها ستة وعشرين مليون امريكي ويزيد وفقدوا الوظائف تبعهم في اربع اسابيع فقط ولكن اصحاب المليارات الذين لا تزيد عددهم عن واحد في المية حفظوا على صرواتهم بل بالعكس زادت صرواتهم طبقا للاحصائيات بما يزيد عن ميتين وتمانية مليار دولار وفقا لتقرير صدر او تقرير صدر عن المركز البحثي والفكري يسمى معها الدراسات السياسة في الفترة ما بين 18 مارس و22 ابريل يعني 34 يوم نمت صروات اصحاب النفوذ الامريكيين بنسبة 10.5% ده وفقا لصحيفة الغارديان الغارديان او الغارديان البريطاني منهم تمانية من هؤلاء التمانية رئيس التنفيذي مؤسس امازون اللي احنا قلنا يصبح اول تريليونير اسمه جيف بيزوس وزوجته السابقة مكانزي بيزوس ومؤسس زوم اريك يوان ورئيس ميكروسوفت معروف ستيف بالمار ورئيس التنفيذي لشركة تيسلا ويبس اكس اسمه ايلون ماسك ده بالاضافة الى البنوك التي كانت اكبر المستفيدين من اموال الانقاذ فالدولة العادة تنقذ بتاخد وبتسلف فلوس من البنوك طيب الفلوس دي عليها صروات او عليها اسف فوائد هذه الفوائد قدرت بعشر مليارات دولار من الرسوم المترطبة على القروض الحكومية ده في امريكا فقط ده في امريكا فقط وما يحدث في امريكا يحدث في كل دول العالم وكل حكومات العالم التي تقترض من البنوك فكل هذه القروض يأتي عليها فوائد واللي بتسمى في الاقتصاد الدين الداخلي للدولة الدين الداخلي فالدين الداخلي لاي دولة هو ما تقترض الدولة من بنوكة الداخلية اما الدين الخارجي هي ما تقترض الدولة من المصادر الخارجية زي السلف وبنك البنك نقد الدولي وغيرها طيب تاريخ اسرياء والاسرياء في العالم بيجمعوا كثير من اموال طائلة وبيستغلهم الازمات لصنع الثروات طيب ايه هي بقى الطرق اللي ممكن في ظل هذه الازمات انك يعني تجمع بها اموال اولا هناك دراسات اثبتت ان هناك المعادن النفيسة دي يمكن شراءها زي الفضة والماس والدهب وغيرها بتعتبر هذه المعادن النفيسة ضد التقلبات الاقتصادية بمعنى ان سعرها لا يهتز بالازمات الاقتصادية ولا باي ازمات اقتصادية ونحن نرى الان اسعار هذه المعادن النفيسة لا تهتز فده ملاز امن لوقت الازمات يعني ملاز امن تستثمر في الاموال في وقت الازمات الشيء الاخر وهو الاصول الاصول بمعنى اللي هي الاراضي والبناء والاراضي الفضاء والاراضي الزراعية والعقارات وغيرها هذه الاشياء دائما تحتفظ بقدر كبير من ثمنها طبعا مع الاخذ بالحضر عند شراء او استثمار في هذه الاصول الاستثمارية او العقارات او الاراضي وغيرها الشيء التالت هو تجارة المواد الاساسية والاولية تجارة المواد الاساسية والاولية اللي هي التجارة في المواد الاساسية للاعاشة زي الاكل والشرب يعني المواد الغذائية والمشروبات الادوية وغيرها من الاشياء المهمة للانسان في حياته فنحن نجد مثلا في هذه الازمة وازمة كورونا كيف استغلت الشركات احتياج الناس الاساسي للكمامات والمواد المطهرة والكحليات وربحت منها الكثير وسوف تربح منها الكثير فهؤلاء الناس بيتجروا في مواد اساسية لازمة مهمة جدا في وقت الازمات فكل ازمة تمر بالعالم يكون هناك مواد اساسية ملزمة لكل الناس بتشتريها هذه الشركات او رجال الاعمال بيستغلوا هذه الاوقات ويبدأوا يتجروا فيها ويستغلوا هذه الازمات لتكون هذه الازمات للعالم اما بالنسبة لهم فهي فرص يقتنسوها ويجمعون بها المليارة نتذكر جميع ان هناك فروق ما بين الاغنياء والفقراء في التفكير وخاصة ونقصد هنا التفكير الشرائي والتفكير الاستهلاكي والتفكير الاقتصادي والتفكير في ادارة الاموال فالكثير من الناس يملك الاموال ولكن لا يملك فن التعامل مع الاموال واستثمار الاموال وايضا الفرق ما بين تفكير الغني وتفكير الفقير في انفاق المال أن الفقير يحتاج أو ينفق ويشتري كل ما تهفو إليه نفسه بمعنى أنه بيشتري اللي نفسه فيه ولكن الغني لا يشتري إلا ما يحتاجه فقط الاحتياجات الأساسية أما الفقير يشتري كل ما تهفو إليه نفسه لإشباع رغباته الفقير لا يضع خطة وتقسيم لأمواله ولكن الغني دائما يضع خطة وتقسيم أمواله فتجد دائما معه مال للإضخار وآخر للأزمات وآخر مستهلك استهلاك عادي فهذه الأصحاب الملايين هؤلاء دائما يجدون التفكير في إدارة الأموال واستغلال كل فرص حتى الأزمات كي يربحوا منها ويجمعوا منها هذه الأموال الطائلة أرجو أن تكون هذه الفكرة قد وصلت ونتعلم كثيرا أننا يجب أن نتعلم فن إدارة الأموال وكيف ننفق الأموال وكيف نستفيد من هذه الفرص في الحلال وليس في الحرام لنتغاضة عما نشكو منه دائما من الفقر ووقف الحال كما يقولون في مصر ونشتكي دائما من سوء الأحوال الاتصادية إلى أن ألقاكم في فيديو آخر تحياتي لكم جميعا وكل عام وأنتم بخير مع تحياتنا شرح زي التعليم لا تبخل علي لايك شير وأيضا لا تنسى الاشتراك في قناتنا شرح زي التعليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته